السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ده رمز جميل جدا لانها للشاب الاعزب دل على الزواج من الفتاة اللي هو بيحبها لان الغسالة دي لو شاف نفسه انه هو شريهة او واقف جنبها وغسالة عجبه وغسالة حلوة دي الغسالة دايما دل في المنام بتاع الرجل الزوجة او المرأة المرأة او المرأة اللي هو يتزوج من نعم طيب رؤية غسل الهدوم في الغسالة دل على التوبة وتكفير الزنوب كمان رؤية الغسالة في المنام بتشير الى لو في حد في البيت تعبان او في مريض في المنزل وشافت الغسالة شغالة وبتغسل الغسالة ده شفاء المريض من هذا التعب شفاء الله وعفاء من هذا المرض بإذن الله طيب غسل الهدوم في الغسالة وهي بتخسل الغسال كده وبتطلعها وندف ذهب الهموم والمشاكل اللي في البيت او الهم اللي عندها سددان دين لو في دين فلوس دي سددان دين لانها غسلت خلاص خفت عنها الهموم دي طيب يعني لما يكون عندك كوم غسل كتير قوي 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 وشفتي الكم ده قدامك او تل غسل قدامك عرف ان ده هموم عندك ومشاكل ودي اماد دية طيب شفت ان انت شغلت الغسالة وبتغسلي ذهب الهموم دي وفك الدين وفك المشاكل وفك الكرب ده بإذن الله والله أعلى وأعلم يا جماعة ودي رؤية الغسالة وبشكركم جدا على التعليقات اللي انت بتكتبها له والكومنتات الجميلة اللي انت بتكتبها له ربنا يجعلها في نزان حسناتكو يا رب العالمين واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش تحت الفيديو من تحت في الكومنتات يكتبلي وان شاء الله انا اكون معاكم وارد عليكم ياريت متنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعة عشان يوصلكوا لكل فيديو جديد انا بنزله اشتركوا في القناة